يهدد حياة ومعيشة ملايين العراقيين ذلك هو التغير المناخي الذي يضرب دول العالم ومن بينها العراق الذي يعد أحد أكبر المتأثرين بالتغير المناخي وتظهر صور تأثره بهذه الظاهرة جلية من خلال نقص موارد المياه وجفاف العديد من مناطق الأهوار وارتفاع معدلات التصحر إلى جانب خسائر فادحة في الثروتين الحيوانية والسمكية وقد يكون نزوح مئات العائلات من قراها أخطر صورة للتغير المناخي وصولا إلى تفاقم المشاكل الصحية والتعليم والتنمية المهملة أصلا من قبل الحكومة ويعد العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة وهو يشهد للعام الرابع على التوالي موجة جفاف غير مسبوقة باعتراف الجهات الحكومية فيما حذرت منظمة الفاو من العواقب الخطيرة لتغير المناخ وندرة المياه في الأهوار التي تشهد أشد موجة حرارة منذ أربعين عاما مصحوبة بنقص مفاجئ للمياه في نهر الفرات ويقول المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان إن ظاهرة الاحتباس الحراري في العراق بدأت تظهر بشكل واضح مع ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وعدم التزام الجهات الحكومية بالمعايير البيئية في تقليل الانبعاثات من المصانع وارتفاع معدلات التلوث البيئي ما ينذر بنهاية المطاف بتفاقم مشكلة المياه وارتفاع معدلات الجفاف والتصحر مؤشرات قد تسبب صراعات على هذه الموارد المتضائلة وفي مقابل تلك المعطيات الخطيرة تظهر الآن نتائج إهمال الحكومات المتعاقبة لملفي الطاقة والمياه على مدار عشرين عاما وإهدارها حقوق العراقيين الأساسية حيث تقف السلطات اليوم شبه عاجزة عن تدارك كارثة تجتاح البلاد دون استئذان